ولأننا في بلاتنا دلوقتي بقى فيه فعلا أخبار كتير كده ايه تفرحك وأفكار كده تحس إنها لأ انت عندك دولة بتفكر فيك وبتفكر فرحتك وبتفكر إنها كمان إزاي تخلي حياتك أسهل الخبر يحقوله لكو ده عمل جدل بس جدل حلو الناس مبسوطة منه الخبر بيقول ايه الأوتوبيس الترددي الكهربائي ايه هو الأوتوبيس الترددي الأوتوبيس الترددي ده هنتكلم عليه ولكن الخبر أساسه بيقول ايه المايكرو باس يودع الدائري يعني كل عربيات المايكرو باس إن شاء الله مش هنشوفها على الدائري خطوة جريئة جدا قرار رائع وحيريح ناس كتير ويسعد ملايين من المصريين وأخيرا هتنتهي فوضى المايكرو باس من فينا ما تكواش من المايكرو باس على الطريق الدائري والناس اللي بتمشي وعشوائية الركنة وعشوائية السوائين وطبعا كلنا عارفين الركنة اللي هي ايه في مطلع الدائري دي انتوا عارفينها ولما يرجعوا بظهرهم كل ده احنا عارفين ولكن خليني مع الصورة الحلوة الصورة اللي انتوا شايفينها دي هو ده الاوتوبيس الترددي اوتوبيس شكله رائع لكن أهم من شكله الخدمات اللي هتقدم من خلال الاوتوبيس ده زي ما انتوا شايفين هو مش عالي هو يعني أقرب للأرض اللي هيبقى فيه سهولة إن الناس تركبوا بشكل يعني سلس مش هتلاقي الناس بقى اللي هي بتطلع يا حرموا من شعلقة ومش عارفة تطلع أنا سعيدة جدا بالاوتوبيس ده اللي عارفين ليه لانه ذوي الاحتياجات الخاصة بسهولة جدا حيركبوا الاوتوبيس ده مش بس كده كبار السن مش بس كده لو ستة مثلا معاها بتبقى شايلة حاجات لانه بصراحة ستات بيبقوا شايلين حاجات كتير قوي وحاجات بيوتهم أو عامل مثلا شايل حاجات مثلا حد معاها أطفال شكله جميل شكله أدامي حيبقى على الطريق الدائري حيخلي الطريق الدائري كمان طريقة قيادة الاوتوبيس ده أمينة ومريحة وشكله حلو وحيقضي على كل العشوائية اللي كانت موجودة واللي هي يعني ما زالت موجودة لحد ما يظهر الاوتوبيس على الطريق الدائري أنا شخصيا كمان شايفة انه مايبقاش فيه المايكروباس على الدائري هيخلي ناس كتير تبدأ بقى تفكر فيه ناس بتكسل تشتغل يقولك ايه اجيب بقى اوتوبيس واضرب ومش مهم وممكن يكون مثلا بشتغل عامل وإيده وتتلف فيها حرير بس عايز يكسل وهو الاوتوبيس أسهل وميكروباس أسهل كده حيخلي الناس ترجع تشتغل شؤون لها وتعمل حاجات مفيدة بدل ما يبقى سواء ميكروباس والدوشة وإحنا عارفين القصص بتاعتهم والخناقات والبلطجة والمخدرات كل ده ينتهي لما نشوف هذا المشهد الحضاري اللي يليق بمصر انتم شايفين الخبر اللي فات البرج الايقوني ما مش معقول يبقى عندي الجمال ده موجود في العاصمة الإدارية ويبقى على الدائري اللي الناس بتستعمله ويبقى لسه فيه المايكروباس لكن لما شوف البرج الايقوني ده في العاصمة الإدارية وبعدين أروح أشوف الاوتوبيس الترددي ده بالشكل الجميل اللي بنحترم فيه المواطن انت عندك دولة بتحترم المواطن بتاعها وبتفكر فيه طبعا دي منظومة اسمها بي ار تي وهي المنظومة دي يعني موجودة في العالم وفيه في المكسيك وفيه أعتقد في اسطنبول وفيه يعني دول كتير ساليسبورج لكن هنعرف مزيد من المعلومات خلينا ناخد هذا الاتصال والمدخلة مع دكتور حسن مهدي أستاذ الطرق والنقل بجماعة عن شمس مساء الخير يا دكتور مساء خير على حضرتك وعلى المشاهد الكريم يعني إحنا سعداء جدا بالخبر سعداء جدا بشكل الاوتوبيس بس عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الاوتوبيس والخدمة دي تبدأ إمتى إن شاء الله يعني هو هذه الخدمة إن شاء الله جاءت بالتواكب مع أعمال التطوير الشامل اللي بيتم في الطريق الدائري الآن اللي هيشمل إن شاء الله يعني أعمال توسعة بيشهدها الطريق الدائري وأنا بسمي هذه التطوير اللي بيتم بالتطوير الجريء لأنه فعلا هناك حكومات متعاقبة في العقود الماضية كانت لم تأخذ هذا القرار نظرا لحساسية القرار خصوصا أن أعمال التوسعة اللي تمت في الطريق الدائري صحبها كثير من التحديات والمشاكل لكن طبعا عايز أقول بتوافر الإرادة السياسية ومؤاذرة رئيس الجمهورية لحل مشاكل المرور في الدولة بشكل عام وفي الطريق الدائري باعتباره أحد الشرعين المرورية الهمة مع توسعة الدائري هيكون في خدمة البي ار تي اللي حضرتك أشارت إليها اللي هي الحفلات الترددية للنقل العام والجماعي يا ريت نشرحها أكتر يا دكتور يعني إيه البي ار تي وإيه الترددية هل هي فيها كهربا مثلا فيها إيه بالزبط يعني لا هي حضرتك للنقل العام والجماعي بيقول لها باس بريوريتي لين أو حارة أولوية المرور في هذا المطار بتكون لهذه النوعية من حفلات النقل العام والجماعي وبالتالي حتى لو كان فيه كسفات مرورية فهذه الحارة محظور استخدامها يعني حارة خاصة هيكون ليه حارة خاصة بالزبط كده بتكون حارة خاصة بمسرق النقل العام والجماعي من هذه النوعية وبالتالي بيكون هناك سيولة مرورية محققة بشكل دائم في استخدام وسائل النقل العام والجماعي وده هيخلي حتى مالك السيارات لما يلاقون حفلات النقل العام والجماعي بتجد سهولة أكثر في المرور ممكن يغيروا استخدام السيارة الخاصة أيها يمكن الناس تستخدموا بسهولة على وعد أنها تكون مزودة بوسائل يعني النقل الذاتي مطبقة عليها من حيث انضباط مرعيد ولما يبقى في حد منتظر حفلة هيبقى محروف بالدقيقة هي غير إمتى ده إحنا كنا نشوفه بره من فترات طويلة لكن دلوقتي موجود البنية الأساسية الإلكترونية هيبقى مستهل جدا تتبع حركة هذه الحفلات يعني مثلا هل هيكون زي بره هيبقى فيه أبليكيشن بينزل على الموبايل وأعرف الأوتوبيس جاهز ساعة كام فبالتالي أستنى في المعدة يعني ده هيبقى المطبقة و أكثر مزبوط هيبقى ده أكثر كمان يعني هيبقى الأبليكيشن اللي موجود على السمارتفون أنه قدر أعرف معادة وصول الباص وكمان أقدر أرتب الرحلة بتاعتي إلكترونيا باستخدام أبليكيشن بسيط أشوف أنا جاي من نقطة ألف رايح لنقطة به إزاي هقدر أن تقل سواء باستخدام هذه النوعية من الحفلات أو باستخدام تكاملية وسائل النقل العام اللي تحدث عنها فخامة الرئيس ووجه بيها أن أنا ممكن أستخدم أكثر من وسيلة مواصلات طبعا يعني أخذ الدائري وأنزل بعد كده أخذ مترو يعني الدنيا تبقى مترتبة أبعارف أنا هروح الساعة كام فين وإمتى وإزاي أنا عايز أعرف من حضرتك الخدمة دي هتبقى موجودة إمتى بمجرد الانتهاء من أعمال التطوير اللي بتتم في الطريق الدائري ويمكن إن شاء الله من المتوقع انتهاء أعمال التطوير في أكتوبر القادم بمجرد انتهاء أعمال التطوير هيتم تشغيل هذه الخدمة مع منظومة النقل الزاكي ومراقبة هذه المسارات المخصصة لخركة حفلات النقل العام والجماعي هتكون مراقبة بالكاميرات لأن كما قلت أشرت سابقا أنها هتكون أولوية المرور فيها لحفلات النقل العام والجماعي حتى لو كان فيه كسافات مرورية للسيارات المستخدمة للطريق الدائري هيبقى في سيولة مرورية محققة في هذه المسارات وذيما قلت الحبراتي كيمكن قلت في المقدمة أنه هيصح التشغيل هذه خدمة منع الميكروباص من الطريق الدائري ده خبر جميل يعني بالنسبة للناس اللي زينا بيتعذبوها الدائري ده حيبقى خبر جميل جدا يعني العشوائية في القيادة والتوقف في أي مكان والكلام ده والحوادث يعني فيه الدائري بيبقى فيه قصص كتير إن شاء الله مع تشغيل هذه النوعية من الحفلات ومع تطبيق نظام النقل الزكي على الطريق الدائري لأن كمان الازدزام بالحرى المرورية والسرعات سيكون مراقب لكامل طول الطريق الدائري اللي بيبلغ طوله تقريبا مية وستة كيلو متر وبرضو بالمناسبة إشاء المواطن يعرف تكلفة تطوير الدائري وتوسعة وصلت لسبعة ونصف مليار سبعة ونصف مليار واش رقم قليل بالإضافة لكم سميث مليون تعوضات للمنشآت اللي تم عايزة أقول كانت تعويضات اللي هي موجودة على الطريق نفسه طيب أنا بشكر حضرتك جدا دكتور حسن مهدي أستاذ الطرق والنقل بجامعة عين شمس الحقيقة أخبار كده يعني إيه مبهجة وتحس إن كده حياتك بتتنظم بلدك بتتنظم يعني كل يوم دلوقتي إحنا بقى عندنا مشروعات وعندنا حاجات على الطريق أنا شايفة كده أنه بنهاية السنة حيكون عندنا حاجات كتير حلوة هتساعد المواطنين بشكل حقيقي لأنه خدمة زي الأوتوبيس ده قد إيه حتساعد الناس وتساعد الحركة المرور عموما بشكل عام في القاهرة وفي مصر كلها